أروح لجزائية بسيطة بس أولا من المسير جدا أن في السعودية يتحدثون أن نادي الناصر تاني أفضل فريق يعني إيه يعني ناصر في 165 مليون يورو علشان أحقق لقب تاني أفضل فريق خرجت مبطولة الدورة في مركز تاني خرجت من كاس السوبر خرجت من دور التمانية في دور أبطال أسيا خسرت الكاس أنا يعني وين نتكلم عليها الناصر عشان مبارات 90 دقيقة وبالتالي لو نجي نتكلم عن الناصر في كيفية الإنفاق واستخطاب مجموعة لعيبة لا لازم أتكلم عن الناصر بطل دوري بطل كاس كاس سوبر إنما الكاس الوحيد اللي كسبه ناصر في بداية السيزن كان كاس الملك سلمان فقط غير بطولة العربية وبالتالي لو نجي نتكلم على أن الناصر تاني أفضل فريق على أي أساس لا أنا صرفت 165 مليون عشان حد ممكن يرد يقول لك الهلال صرف 376 مليون معلش بس الهلال صرف 376 مليون منهم 200 مليون على معتقد بالنسبة لنمار لو حسبنا المجموعتين هتلاقيه نفس الشكل علشان كده لما أجي تكلم عن البطل لازم البطل يكون عنده مقاومات البطولة حتى الآن الناصر لا يمتلك مقاومات البطولة لا يمتلك شخصية البطولة دي واضح فرضية الملعب باستثناء له نوردة أو غيره فبالتالي لازم التغيير في العقلية التغيير في سيستم العمل الإداري سيستم العمل الجماعة أبو حامل